بسم الله هبدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحكم مورد بفل وياسمين عزمتكم نعلموا فيديو إليها وقت الجمعة مخرى لخميس إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة للناس الكلة ربي يعطيكم مدمنوا ربي يفرح قلوبكم فيديو جديد فيديو كل ونشاطه حيوية وطاقة إيجابية وشوية تصنيف من دايا هنا صحوري كما تشوفوا فيه قدامي برقوا شاية أقول لكم هاي و بسم الله وإشاء الله قسمكم ناس كلها في الجنة نضيفكم ها وشنو شوية أهلية تارت وملفائي خذيتهم أه توقت صحور شوفوا الوقت قداش نقدم شيني عارفة دفجرة باش نبدأ ساعتين وولادة وخمسين دقيق مهم صديقات هي رقدت تعرفوا متعب أه قوليت نروا بالدير حتى نشوفوا مساجات متاعك ومتاع علي قررت عليها في الفجر خطرة ذاك هو الوقت متاعي راجلي في قيافات متلقي قيافات متلقي حاجة أما عملت كيسة حليب شوشوبوا هذا كأتيد إن شاء الله بريود لي فت قلت انطيح انفيق انطيح النوم وفي قشب روحي كان الصباح وفي قد نفسك كان صورت يتحرك من الليل من الفجر يمكنني انتظروا وشفة في الصباح لم يكن حتى نتصل على صحيحة معناتها وفي قد نهار كان ومعناتني أنه ناخذ بركة تجربة تتعب ربي يعطيكم اتمنى وربي يفرح قلوبكم ويرزقكم بمشهين الخماري واتحل ويقوم بريد بريد ومعنات ونذهب معكم فيديو كله نشاط حيوية وطاقة إيجابية وشوية تصنيفات وهاكم معي فيديو يوم وانشاء الله فرجة ممتعة للناس وهاكم معي لا تعدوش على وجه كون تراجدة نورمان نشوف عناية نحس البنات في سيدي رمضان في الدع سبحان الله ومعنات هذا انه كبير احسن كل شيء عنده طعب خاص موقعي بعمل وسبحان ربي ما نحسش بالجوة ما نحسش بالتعب ما نحسش ما نعديه نهار اما بعد شاقة الفترة ما نحس منزليفة بتاع البرد وبعطيني سيدي إذا شديت من فرش بعد ما نشوقه فتري إذا شديت من فرش ما نحب نقول ملا ونحن فقنا ونحن قاعدين لنا تصحروا نستدوكا مع صحورنا ونفضلوا على الفرجة في الفيديو اليوم واشاء الله فرجة ومتع للناس الكل بسم الله خلنا بنصحول اللهم يا مالك الملك يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واخفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين محلي هكا الدعاء حبيت نشارك معكم من لحظات بيها مع الاربعة هكا وقريب الفجر قلت نهب الدعاء ونسمع وندعي لكم وندعي لكم وندعي لروحي إن شاء الله ربي يفرج علينا أجمعين لحظات مزيانة نعيش هنا ونحب حتى في المونتاج إن شاء الله تصل لكم المهم صديقاتي كما أبطت لكم فيديو نشاطه حيوية وطاقة إيجابية معايا لليوم كما شفت البردقين وما يخطنيش ما يخطنيش وروح على فكرة البردقين صوموا معقول السناء الحقيقة صوموا في المتناو إن شاء الله ربي يجيب لكم القسم وإن شاء الله ربي يطعمكم من خيره توا صديقاتي بيش نبدأ معاكم في تحذيرات فطوري ديما نشارككم اليوم عملت هكا تبارة خفيفة والسريعة التحذير ادخلت بماخر شوية لك وجينا خطر النهارين نظومة رس شهر نقولو حلي ديما تكون فيها القضية يعني نخرج نقضي المواد الغذائية متاعي وشنو ألازمني في الدار شنو أناقصني الكل فاتلقوني بنهاري نبدأ في الشارع ونجي آخر وقت نحذر فطوري ومعا أني صايمة الحمد ولا يا ربي والله يفرحانة بها الفترة دي تشجعت عليها ويا ربي ورضاك وألف حمد وشكر ريك يا ربي واللي عمل على ربي ما يخيبش ونقولكم لازموا الاستغفار محلية رب يحسسكم برحة نفسية ما تصوروش في بيكم كيف نبدأ في الشارع مش هي وحدي نبدأ داخل السوق ونبدأ كل معناتها وانا متعدية في اثنين وانا شادة كان نستغفر الله محلية لحظات ومحلية حتى هو النهار ما نحسوش وقتي هكي يتعدى ما شاء الله يا ربي ورضاك ألف حمد وشكر ريك يا ربي وحتى معناتها كي تجيك حاجات تجيب اللطف تجي فيه كيما قلنا المال وتبدأ الصحة لباية صديقة الفايدة وهنا صديقاتي أولا مش نحضر كيما قاعدين نشوف فيها في الروز هنا الروز نغسله بالإقداء بالإقداء ومن بعد بيش نحطو يتيب بطريقة خفيفة وبنينة ونودكم وننشاهيكم شوفوا طريقتي كأنا عجبتكم جربوها وهنا متأكدة اللي بيش تعجبكم وراوه بالحق بنيني ياسر بديت أنا في تصنيفاتي قبل رمضاء نحاصيله إن شاء الله ربي يحيينا بخير وإن شاء الله ربي يجعلنا من صيامه وقيامه هنا يخذيت لبصالنا ديما الطنجرة لازم يكون فيها هكا لبصال بشي زكي وبشي فوح الطنجرة الماكلة متاعكم سمحوني هنا يخذيت الجيج اليوم بش نستعمل أكلاتي بالجيج خذيت سكالوب متاع الجيج سكالوب دبولي بش نحطو طريفات صغيرين هكاكا يبذروا لكم وكما تعرفوا راهوا أنا توانعت فيكم في أفكار بما إني أنا صايمة هي متر رمضان بحول الله إذا ربي يعطينا الصحة حول عمر الوقت وانصيحة يا لبنات مني لكم تعرفوا إني معنتها هو شهر العباد وشهر معنتها مش التبذير بالعكس الواحد يعرف الشي تصرف فيه مع أنه يكون كل شي إذو يعني تياكل ماكلة صحية بحكم نهار كامل صحي نعطيكم أفكار وتتبير بسيطة تخلي مكلتكم بنينة ونقولوا نحنا تنزل فيها البركة بار اكزامبل دوه كل حاجة تعملوه مثلاً الجيج أنا فذا بيها تقصوه هكا جويدين وبيش طيبوا أكثر من طنجرة وإلا الحم يعني بيش تفوحوا بيطنجرتكم وهكاكا الواحد يياكل ماكلة بنينة وممطنوا يحاول يوفر معنى أنت مش يوفر يحاول يكون كل شي متوفر أما بشكل مش مبذر هنا لبنات شدت دجاج واللي بصال حطت معاهم كركم وفلفل أكحل وملح وطابل وكروية ربح هذي كنقولولا ربح احنا في الصباح بكري ونحط الله يا رحمك يا بابا كان يعلمني كل كلمة زين هنا المازت شوي كنت نضحك عليه قبل لبنات نقول لبابا شنوها تبديل الكلام كي كبرت عرفت هنا قاعدة نقلي شوية فاكت الجيجة داكة مع الماء ومع البصل بش نخليهم حتى لين ياخدوا من بعضهم ويتفوح الجيج بالجداء جبت هنا الجزار جبت سفناريا بش نقصها معنى تنظفها ساعة قبل كل شي ومن بعد بش نقصها وتشوفون يقول لكم اكلات صحية وبنينة فما اكلة تونسية بير محرحة وهذه هي شايحة هوينا معنتها انوازن في الطباق متاع مهم ياسر وحتى الحارة وباهي بش متصيركمش عزكم الله كونستيباسيون كونستيباسيون يعني ماذا بكم دي ما تخلوا الماكلة ما هي الشيحة طول هنا بعد ما تقل هكا الجيجة ذاكة جبت الروز اللي انا غسلته وصفيته وبش نبدأ نقلي فيه معا هكا المكونات هذيكة اللي انا مفوحتهم كما قلت لكم فوحتهم من قبل وبش ياخذك الروز لفاحة ذاكة شوفوا اللون ما شاء الله هراهي الكاميران بتاعي ظلمتني برشا في تصنيفاتي والله يا لبنين على كل صديقاتي انا راني هنا مانيش قاعدة نوري في التصويره انا هنا يهمني ياسر انو جيكم مجلتكم ببنينة هاو المترو بداي تحركته نسمع فيها حاصيله نواكب فيكم في الاحداث جبت الماء حطيت الماء زيتها لانو بش ما يشديش الروز نبدأ نتبع فيه بعينيه بشوية بشوية جداش بشو نحطه نارهما مش الكاك نزيد لا عملت كاس روز كان نشفتوه في الاول بالكل عليه زوزكي سين ماء دي ما كيلة روز وعليها كلتين من نفس الحاجة اللي يتحكروا به شوفوا كيفاش هنا شاحلي مش يبدأ هنا يشيح نبدأ نتبع فيه شوية بشوية لين يكمليين شفلي طول ماذا بيكم ما يتحرج القمش تشوفوا انا من بعد ماذا بيكم عاوينو شوشتو كعبة كعبة وردوا بالكم يا عجنيكم روز سيه لطريقة دي تخليهولكم يخرجوا لكم كعبة كعبة لانو ذا يتسمى شطر طياب مازال بش يزيد الطيب بش يزيد الطيب على المقفول والكاس كاس هنا صديقاتي شنو بش نزيدو بش نزيدو هاك الجزر اللي انا نظفته معاكم تقصوا بالطريقة اللي تحبوا عليها تحبوا هاك كيفية انا عملتم شكل دوائر هاك بش يبدأ بعدين منظروا مزيين في الصحن وإلا تحبوا تعملو هاك طريفات صغيرين مش ظهرين يعني يذوبوا مع الرؤس لكن تعملوه شكل هاك بش يعطيكم منظر في الروزن تايعكم نكملو نقص كل بطريقة ذكية نجمو تعملو ماكلة صحية وابنينة وياكلوها صغيراتكم وكي ما تاكلوها انتم صحوا بش فاليكم هنا اللي بنات زيت الجزر متاعي وبش نزيد معا حاجة اخرى هاني هنا قاعد نحرك راني زيتو شوية ما عليش خاطر الجزر قصيتو مخر يعني شاح الروز ومازال وليت زيتو شوي مش بارشا وطو بش نخليهم هكيكا انا جو ستراني نحب هنا الخضر متاعي تاخذ منك لفحات جبت الجلبانة بش نحط فيها الجلبانة زاد تنجمو تزيدو حتى اذا تحبو تنغفلفل اخضر وطماطم يعني كعب تبنن ياسر تفوحلكم بالقداء الجلبانة ملقيتهاش غالي المرادين سناخذها على 3000 ووش موجودة بلفين وثمانيمية صمها معنتها انقصوا يقولوا سكرية انا حاسيت الجلبانة سنباية وقاعدة ناخذ بشوي يعني كل مرة وناخذ نخبي شوي ناخذ نطيب منها ونخبي معنتها لل ونحن العولة متاعنا هذه هي الجلبانة متاعي بش ما تكثرش عليها لبناء كان نعملها فرد مرة نتباني كل وننشري نطيب منها والباقي نحطو في الكونجيلاتور هنا بعد ما زلت الجلبانة خلطها معاهم بالقداء بش نحطها في المقفول والكيس كيس بش نحطها تفور بش نحط الروز متاعي يفور ما هنتكمش فكرة على البناء سنرمان روما هو الشادة ديك روما اصلا هو الروز يبدأ فيه كما المادة اللذي جاء يعني يا ذاك عليش انا نشوهه بش نحي منه هاك المادة ديك ويبدأ شايح ديكاني اغسلته كما قلت لكم فيه لول بالكل توق بش نغتيه ونخليه يفور في راحت راحته كل مرة نحرقه لبناء كل مرة نقلبه هذي القفيلة انت عمامة ربي فضلها عطت هالي هاني كل مرة مرة نستعملها وباقي كيب نقول لكم راو المقفولة ذاية الاليمنيوم راوما هوش صحي فعلا اذا عندكم اينوكس تعملوا اينوكس اما انا لا غالب بحكم نحنا راستو رويس ولينوكس متاعي كبير برجان قول لي وش بش يخرجلي فيه واذا يصل اصلا تعودت علي واذا يسميه مقفول راجلي هذي من اللي جيت لقيت وعندو وهنا راني خصلت ايديا ما تقول شفيتنا خطر مست الدجاج ومست الدبوزة لا راني خصلت ايديا نحط الدجاج متاعي دوا هذي صديقاتي الطبق الثاني طبق الثاني يقول لكم محرحر تونسي محرحر اليوم هذي قسمنا اصدر متاع الجيش حملت بيه حشي الروز والصدر كامل يعني ول اوكلة الثانية التونسية لبنينا الي نودكم ولا نشايكم و شك الله قسمكم منهاLqfjrxol طلعوا طلعوا لبنات شنية هاي حطيت الجيش معها الزيت يتجلق ولا الزوم ولا كركم وفلفل لكحل وربح شوية ملح وتقوى هنا بش نبدأ نخلط فيهم ونخليهم يتجلوا شوية يخضبون بعضهم دي مرأة ولفاح على جد ما تفوحوا على جد ما تنجرتكم يعني مش تكثروا في أكثر من اللازم ولكن كيتفوحوا طنجرة باء وصيرتو كتحطوا بعدينك الملح والحكاية دي كتحسوا الريحة تبدأ تفحفح في الداء وهنا حطيت تماطم معجونة مغرفة تماطم معجونة ونص مغرفة ريسة عربي وحطيت فلفل مرحي أحمر عندي هنا حار وحطيت شوية ماء كيما تعرفوا دي ما ننصحكم كتحطوا فلفل مرحي دي مزيدوا الماء خطر رفيسة ما تتحرك الطنجرة رفيسة ما تشد نولي نحركوا ماذاكم بلا جدا بلا جدا شوفوا اللون متاحة في الحقيقة أحلى بياسر الله غالب ظلمتها ظلمتها الكاميرا وهنا نحط شوية تابل وكروية ما تكثروش برشة تابل وكروية يا ماما عالريحة يا ماما عالريحة طلعت ولا مزلت عايها نستنى فيكم صديقاتي زدت شوية ماء هنا عندي شربة باية ترا ما عملت الشربة خطرين الشربة راهي تبقى رئيسي فيه صيام تاعي جملت لنسионهم ديما الشربة والدقلة والبن كاي soprattutto shall we think هناك بش 105 بعد ما بختكم ماء مش اصول الاقتراagar لدي لديك الحرق كومش ثلاثة كمش محركة حرقت حرق نضيف مجرد نضيف مجرد وكما تقلي به مرر الماكلة هنا حطيته في الأخر بشي نحيلي أعزكم الله هكذا فارع متاع العجة وهذا نخليها توتاخذ غلوتها الروز متاعي هاني قاعد نحرك فيه خرج لي كعبة كعبة هنا شوفوا المنظر متاع يتكلم وحده عرفتوها كالمنظر يتكلم وحده وهنا بشي نصب الروز متاعي ما شاء الله ما شاء الله جربوها جربوها واعطوني رايكم في الطريقة ذي محلها نهار ومحلها أيام نهار مختلف بتعبو بعرقو بقضيتو كل شي يتعدى سمح حتى كي يذن علي لذين وانا وايكفة وانا نحضر في مكلتي محلها كربي إن شاء الله يجعلنا من عبادها البارين الصالحين دنيا فانيا مدين فيها كنوجة ربي والله يا لبنات رايك كل حكاية فارغة هنا صير وزنتي يحضر ودول عجة بش نحطها هايدي هي عجتي قاعدة نقرب لكم للكاميرا وماني نخاف نقربش التليفون هك ولا أي حركة تحليش من بعد وشوية ذا قليش نخلي فيه راحت وهو بيت هاي دي عجتنا حضرت وتوق بش نعملها للمسات الاخيرة تحبوا تزيدها لبصل تحبوا تزيدها مع دنوس كرين فلفل برلعبيد انتو ما بتحبو قعبات زيتون هنا تبي بيسا قزوز حاصيلوا إن شاء الله قسمكم الناس كولا في الجنة يا ربي هاي شربا ما عملتش بريك عليش ما عملتش البريك كنت راجلي مانيش بش نعمل بريك على خاطر ديجا أنا عاملة عجة يعني عظم نزيد نعمل عظم بريك والله أنا عندي راجلي حتى مع الطاجين حتى مع العجة ليهو اللي موجود لازم البريك هاي ديكا ما عند كفاة حتك ليه انه من كل واحد وشنو يحبه صحة وبشفاليه المهم هنا هني حطيت الطاولة متاعي تعرفوا ذكرت اللي بنيت اخذتك جبل الأحمرة ديك ووووو ما شاء الله على البنة متاعو ناكل فيه هكيكا نسيت بش نحط منه طريفات خطر صخونة دي ونمو كان بريدراني حطيت فيها كدت رانش ولا حاجة زيينت بي مرة الجاي إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل ونعملها المرة الجاي حاصل توا صديقاتي هذا الفطور بش نمشوا بعد الفطور لسحور دي رايكت بش نقص بيكم قصة مش عربي هذا فالتنجيزة كما قلونا ما شاء الله شرط اللي بركلو هذاكا منقوع يا صديقات اختته وحطيته لي صديقاتي ها هو صحوري هذا الفطور الاحتمال و هنا جبن بحليب نحب برشة خائفة لك الحلو من بعد يجيني الجير هذا نحب برشة و هنا الحليب و هنا خبز يأخذ من الكرفور أرى ما هو الوقت لا تلاته غير درجية على الصباح هذا هو صحوري فشلة صحة الرجلي فايق فيه و هنا في سبع نمر و لا تحشيت لحدش هيرجيت بكري أعلق رب يذبط أجرنا و رب يتقبل من نصيامنا و قيامنا و رب يفرح جرب كل بشر يا رب العالمين و رب يفرح جلوبكم و يعطيكم ما تتمنوا يا رب و طوى نقول لكم فيه أمان الله نسكن متنسوش تصوموا